جو أول منتج تخسيص طبيعي بجد مرخص من وزارة الصحة موجود في جميع الصيدليات ورجعنا من الفاصل الأكتر فقرة بتحبها الستات وزي ما قالت معي عز الدين قبل كده بيت رياضة وياضة ودايت بيت رياضة وياضة ودايت أكتر حاكتين ما بحبوهمش ولا دايت ولا رياضة منورنا النهار ده دكتور اللي هنعرف منه إزاي هننسى الرياضة مع الدايت بنفس الوقت ومع بعض دكتور خليل الخبيري هو استشاري التغذية العلاجية اللي هيساعدنا عشان نقدم نعمل دايت وياضة نورنا يا دكتور نور حضرتك أهلا سهلا دلوقتي عايزين نتكلم في أكتر من حاجة لجو متجات جو ولكن عايزة أعرف من حضرتك لو أنا رحت الجام مش المفروض أن أنا خس من غير ما أخد جو ولا الاتنين هيساعدوني أكتر ممكن تشرح لنا بسم الله الرحمن الرحيم أنا بتشرف ربنا نخليك منورنا يا دكتور أنا عارفة دي أول مقابلة لنا مع بعض وإن شاء الله نتقابل برضو مع بعض أكتر وأكتر وأنا عارفة أن حضرتك مش محتاج دايت دي أكتر حاجة أهرانية يا جماعة تفضل هما الاتنين بيكملوا يعني أنا عشان ألعب جيم بس وأعتمد على الجيم بس لها أبعاد طبية وجسمية محتاج الإنسان ينصك ما بين الفاتس بتاعته والمسلس بتاعته العضلات والدهون والقدرة على الحرق لأن مش كل الناس أصحاق بنسبة 100% في ناس بي عندهم أمراض مزمنة زي الديابيت مش كل الناس بتحرق زي بعض بالزبط كده أه أه وهل السن يا دكتور ليه علاقة؟ موضوع الحرق؟ ليه علاقة طبعاً وفقاً للتحليل اللي بيعملها الفرد أه أه يعني هو بس السن بيبقى ممكن يتحول لرقم اه لو الإنسان اللايفستايل بتاعه اه بيأكل كويس اه بيقوم بنشاط رياضي وبدني كويس يعني اللايفستايل بيبقى متكامل يعني يفهمتم الكلام حضرتك أنه إحنا حقيقي كل ما كبرنا معادل الحرق بيقل بزبط عشان كده إحنا لازم نشتغل أكتر على نفسنا برياضة عشان يفضل زي ما حضرتك قلت أن السن ده رقم يعني أنا كل ما اشتغلت أكتر على نفسي بوصل المرحلة حتى لو أنا عندي 40 ولا 50 سنة محافظة محافظة على مستوى أو معدل الحرق وأكتر من كده هو الناس الرياضيين الفوق سن الخمسين والستين كمان بيحافظ على رشاقته بشكل كبير جدا بيستخدامه لل مالتي فيتامينز بلاست برضو الهيربلز يبدأ عن الكيميكالز اه سواء كام من في النوتريشن اه لو هو بادئ أنه أوبيزيتي يعني عنده سنة بيبدأ يعمل حمية غذائية وحمية رياضية اللي اتنين لازم أن يكونوا على نسق واحد ودي أهم حاجة عرفتها أنه منتجات جو ما فيهاش أي حاجة كيميكالز زي ما الدكتور قال أنه إحنا لما بناخد حاجات طبعية زي منتجات جو برضو نحنا نقدر نحنا ندخلها ندخلها مع روتين حياتنا تبقى معنا كل الوقت حتى لو خسينا نقدر نحنا نفضل مستمرين على المنتجات دي ممكن تشرح لي حضرتك عن الفايبر وإزاي بيأثر معايا في معدل الحر هو التأثير الإيجابي هنتكلم معلش استأذنك هنتكلم منتج منتج بس عشان نعرف الناس على جو تفضل بالنسبة للفايبرس هو ما بيحتويش المنتج جو على الفايبرس بس هو أولا هو إكستراكت في كل حاجة وهو ناتشرال في كل حاجة طبيعي هو بيحتوي على كومبلكس كده في فيتامين سي و فيتامين دي و فيتامين بي كومبلكس فيه كمان برضو الجارسينيا بالزبط وفيه جارسينيا وفيه ألوفيرا عشان البشرة وعشان الدرمة تبقى بشكل كويس ما يظهرش بقى علامات تقدم سلم ايوه ولا تجعيد شو بترتب برضو بتدي رونق البشرة الالوفيرا بالزبط هو كمان خاماته كلها فرنسية وفيه سليام هاسك سليام هاسك دوت سليام طبعا بيعمل حاجة عظيمة قوي اولا هو بيشتغل تكميم للمعدة ده اللي بينفش بالزبط بدون تدخل جراحي كل الناس بتجري تعمل تكميم وتحويل مصار هو مفيد في بعض الحالات مش في كل الحالات اللي عندها نسبة الفاتسة عالية جدا مورزان 40 طيب انا بخاف ان انا اعمل تدخل جراحي ابدأ اشتغل بالسليام هاسك اللي هو الفايبرز ده بيعمل بلم المعدة بيقفل المعدة كمان هو بيكمم المعدة بشكل تدريجي ايوه وانس ان تلت شهور البشنت بتقفل يعني بتقفل زويرة خالص فانا ما بقيتش بحرم البشنت وده اكتر حاجة بتقرق البشنت انه هو يحرم من الاكل بالعكس ده انا بقول لك والمحشي كل اه والمحشي بيتاكل بيتاكل مع البيض يعني احنا نقدر ان انا ناكل محشي يا جماعة عادي تقدر ان نتاكل بس مش هتاكل بالكمية اللي كنا ناكلها قبل كده بالزبط وكمان انا انت اكل واحرق اه كل واحرق والعب بياضة تاكل اكتر تحرق اكتر اهم حاجة في الفايبرس دوت انه قلنا بيكمم المعدة ايوه بعدم تدخل جراحي كمان هو بيفيد في حتة تنسيق القوام اه ما بيديش فرصة للفاتس انها تتراكم ويبدأ بان عندنا بقى ادي فهات بتاعت الجسم خاصة في الفيميل اه كمان اه هو بيزبط الموت جدا الاحتواءه على دي اهم حاجة عشان الدايت اكتئاب بالزبط دايت لا الفكرة بقى في الدايت عموما دلوقتي انه هو المساعد معك هو بيساعدك على انك تقوم بمهامك اليومية تنام بدري تسحى بدري في رشاقة ما بتنهكش لما بتفكت الدهون الزايدة من جسمك شكلك العام بيبقى متناصق بتقدر تعيش حياة سعيدة جدا سوية جدا جدا اه مفيهاش ان انت قاعد متضايق ومكتئب لما هتشوف مامتك عاملة حلت الماشي وانت مش قادر تاكل لا هتاكل وهتحرق بالزبط مفيش حرمان مع المنتجات دي مفيش حرمان من طيب يا دكتور هاجي لنقطة معلش مهمة جدا عند الرجالة تحديدا فيه رجال كتير قوي اللي بتدخن السجاير فهما بيحبوا ان هما كباية الشاي ام عشر معالق سكر فيه اختراع عظيم وهو الستيفيا بالزبط ممكن تشرح لي عن الستيفيا بعد اذنك يا دكتور الستيفيا هو عبارة عن سويتل سكر طبيعي من منتج وخام طبيعي جدا جدا نبات الستيفيا ما فيهوش اي تدخل يعني صنوعي خالص ما بي النشويات عموما سواء كان من الشوجرز او من الارز المكارونا المعجنات يعني بتخلي الدهون تزيد جدا في جسم الانسان وفي وقت وجيز جدا بسرعة جدا طيب انا لما دخل منتج طبيعي انا بحب الحاجات فيها سكر وكمان مش المشروبات بس ده ممكن يعمل بيه كل الحاجات اللي بيحبها يعني حد بي الويفرس الكيك كل ده بيخش فيه في صناعته هو محلة طبيعي مية في المية برضو خاماته فرنسية واهم نقطة انه هو ما فيهوش المرار ده ما فيهوش كالورس عالي ما فيهوش المرارة الموجودة ايوة دي اهم حاجة كمان هو بيديني الباور بتاعي يعني انا لما بافطر به مع الاسي ان انا بحطه على العصير بتاعي او على الاهواء او على الشاي انا باخد الباور بتاعي مو دي بيبقى كويس ببدأ يومي بشكل طبيعي طيب الديابيتس مرضى السكر اكتر حاجة بتبايقهم جدا حيطة السكر كلهم بيحبوا السكر ومحرومين منه طبعا حرام ده دي حل الموضوع ده تماما تمام وانس ان ممكن يحط ساشيت او اتنين ايوة مع القب بتاعته وبيشتغل بيه وفي حاجة مهمة قوي الاطفال عشان بقينا طبعا منتشوف ان فيه اطفال يعني تدوى اصلا هم صغيرين شوية فيه تخنه كده فنقدر نحنا نعمل لهم عرفة الحلويات نحنا نقدر نعمل حاجات حلوة بالسكر ده بالزبط نستخدمه الكريم كارامل الجيلي يعني يمكن ان احنا نجيب حاجات ما فيهاش سكر خالص ونحنا نضيف الستيفيا ليها بالزبط كده وهو ملوش اثار جانبية وبالتالي هو هيبقى مفيد هو اهم حاجة ما يكونش لأثار جانبية دي اهم حاجة الجرين كوفي لمحبيه وعشاق القهوة نقدر ان احنا النهاردة نستخدم الجرين كوفي او القهوة الخضراء اهم سؤال يا دكتور دايما بيخافوا انه بيقولك القهوة الخضراء ممكن تعمل تسرعات تسرع بنبضات القلب بزبط ممكن تحكي لنا هل الموضوع ده حقيقي او ممكن يحصل معجوه ولا ايه هو القهوة عموما شيء مفيد جدا اولا القهوة مضاد اكساد بيوقف نشاط كل خلايا السرطان بجميع اشكالها كمان هو بيثبط الموت جدا بالذات اللي عايز يعمل في الاوبازيت طيب القهوة كمان بتعلي التركيز جدا بزود الانتباه فيها ميزة بتخليني استعيد عن الاكل ازاي هي بتديني الباور المطلوب وبتخليني مش مش يعني مش عايز اكل كتير بتخليني اكل بقدر مش كتير فهي فوائدها جمع القهوة الخضرة من هل ممكن تقدي التسرع في نبضات القلب هي عشانك ستارت يعني وبيور مش معمولة بشكل اوفر هي 400 ميلي جرام تليون خفيفة يقوم البطالية تاخد النسبة اللي انت محتاجها بالزبط الهايبر تنش مرضى الضغط العالي هم اكتر ناس بتعاني من انه ياخد القهوة طيب ده جو جرين كافي حل المشكلة دي انا دلوقتي باخد 400 ميلي جرام وبقيس الضغط بتاعي ما بيعلاش الضغط طيب بالنسبة للاطفال مورزين 18 يعني بتدي الاطفال ان هما ياخدوا الجوين كافي من 18 و 12 سنة كمان يقدر ياخدوا ما بيصارش ضربات قلبه و عنده 12 سنة ياخد اهوالي سوري ياخد ستيفيا اوكي ياخد فايبر و وزنه كبير مش هياخد كيميكا ايوه صبح وكمان هو محتاج انه يركز اه وكمان انا عايز اقلله الشهية فالتلاتة برودكت هشتغلوا على ده بشكل كبير هيعملوا تكافؤ بدل بقى الحيال في علاجات هرمونية بتأدي الى مشاكل فيما بعد الصحة بدل برضو اللجوء الى تدخل الكيميائي في العلاج فليها اعراض جانبية كتير اما عن المنتج الطبيعي ما بيشغلش طبعا مفيش قلت كده انه مفيش اي كيمان كغلز مفيش اي تدخلات كيميائية ولا حاجة بتشتغل على الدماغ ولا الحاجات دي اللي احنا عارفين ان هي حاجات دي لو خدناها الكابسولات دي بعد ما نخص ولو وقفنا الكابسولات دي هيحصل ايه دكتور هيحصل سمنة تاني كل اللي احنا خسرناها هيرجع تاني هيرجع تاني وبعدين هذه المعلومة اللي لازم تعرفوها من الاول كل حاجة بتنزيها بسرعة هترجع بسرعة برضو نيجي للاعشاب يا دكتور حكيلي عن الاعشاب نقدر ناخدها متكونة من ايه الاول هي كمبلكس كبير جدا ومفيد جدا 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 اولا هي بتحتوي على الجرسينيا كامبوجيا وده بيساهم بشكل كبير جدا في زيارة معدلات الحر وقفل الشهية كمان هي بتحتوي على السيليم هاسك اللي بيعمل امتلاء فقال ريدي انا شهيتي بتبدأ تقل بالتدريج بدون ما بشر بدون ما بشر هي بتقل بالتدريج كمان فيها فيتامين سي فيها الألوفيرا عشان البشرة طبعا والعضلات كمان فيها فيتامين بي 12 وبي 6 نقدر ناخدها امتى يا دكتور؟ بتتاخد قبل الوجبات الرئيسية ممكن وانسنم بتاخد مرتين في اليوم قبل الوجبات الرئيسية فطار وعشا بساعة مع اكبر كمية مية بعدها هي بتزود الحر بتحافظ على ان انا حاسس ان بتحرك طول اليوم بنشاط ما بتعملش مشكلة في حيث ان انا عندي كسب كمان في بعض المرضى اللي بيزايد عندهم الفاتس بشكل كبير بتيجي الام تقول انا ابني بينهج اه انا مش بقدر اطلع السلم انا ببقى ماشي في الشارع شايل يعني ايوه شايل حاجات ايوه متطلبات البيت البسيطة خالص مش قادر امشي بيها اه خلي بالك انت عندك دهون متراكمة ايوه هتعمل ودي ما جاتش بيوم ولا يومين بقالنا سنين اهملنا انا باكل اكل غير صحي اه بيؤدي الى ايه تراكم في الدهون تراكم طبعا الا في المجهود وعشان كده جيت فكرة ان انت كل اه وابز المجهود في الجيم اه رياضة واحرق وحافظ على شهيتك من المنتجة بتاقي اه طيب اه فيه اشاعة بتقولي دكتور حضرتك اللي هتقدر انت تجاوبني على السؤال ده انا عارفة والله الاجابة ولكن دكتور منه هتطلع احلى عشان ما بيقتنعوش غير من حضرتك اه دايما واخدين فكرة انه اه الحاجات بتاعت التخصيص ممكن تلعب بالهيرمونز الهيرمونات بتاعت الستات هل ده حقيقي؟ ده يعني خطأ شائع اولا لما بلجأ لحد متخصص طبعا هو اول حاجة بيعمل تست لازم يشوف الليبت بروفايل لازم يشوف السيريو بتاعتنا تي سريو تي فور تي اس اتش بالذات في الفيميل جندر عشان يبقوا البنات مقبلين على الزواج وعندوهم وزن زايد قلة مجهود صهر اكل سويتل حلويات واللغبطة دي اه الحاجات اللي ليها علاقة بالهيرمونات ما تتخذش الا للي عنده مشكلة في ده اه وده بيثبت بتحليل اه نرجع نتكرر تاني انه كل حاجة اصلا طبيعية المنتج بقى بتاعنا طبيعي اه فانا قريدي مش محتاج ان انا خش في كل ازدخم ده اه استارتت دي مجرد بقاف على الامبادي اه وبتابع مع الدكتور التغذية بيبدأ يعمل لي النظام الغذائي المناسب في حاجة جميلة جدا عرفت انه جو برضو عاملين زي لما نشتري حاجة في خدمة ما بعد البيع هنا في خدمة متابعة الحالات مفيش حد عمل ده انه انا اجي اشتري منتج واستخدم المنتج ده وبعد كده افضل ان انا تابع مع الدكتور ممكن تشرح لنا يا دكتور انا بروح لطبيب التغذية واخصائي التغذية اه اه وانس ان انا عندي وزن زايد اه ماكسمم 30 كيلو اه هتابع المنتجات بتاعتنا بتخصص في الشهر مينمم 12 كيلو ماكسمم 18 كيلو على حسب حرق الانسان على حسب هو ما عندهوش امراض مزمنة ده بيسهل كتير طبعا وبرده نشاطه الرياض طيب اه موضوع انه هو بياخد المنتج علشان خاطر يستمر به ده مرفوض تماما بس احنا منتابع الاول بنخسس اه بعد كده بنسبت اه النجاح اللي وصلنا له ده سوا لازم نسبته لازم نسبته ده ممكن انت بتستخدم القهوة الخضرة بشكل يومي ايوه مش لازم كل بتمنع تراكم الدهون استأذن حضرتك بس يا دكتور لو الاساتزة بس نحط بتاعة الفيسبوك والويب سايد وصفحة الانستاجرام عشان كل الناس اللي حابة ان هي تعمل order او يطلبوا منتجات جو وانا عارفة ان حضرتك في مفاجأة في مفاجأة لكل المتابعين ممكن تحكي لنا المفاجأة ايه ان شاء الله اول خمس حالات هيتابعوا على البيج او هيتابعاتوا رسائل اه هيتموا متابعاتهم بشكل كامل من الكروض الطبي كله فور فري فور فري اه كمان اللي هينجح انه يستمر التلات شهور انه بياخد المنتجات ايوه ووصل للهدف بتاعه الجولس بتاعته وخسه اللايفستايل بتاعه تحسن والمود وشكله اللي عام تحسن وصحيته تحسنت اللي هي الاساس الجولس بتاعته هياخد البروداكت بعد كده مجان يعني اللي هيسمع الكلام وهيسمع التعليمات كويس وهيخس وهيبقى منضبط بكل حاجة بقولها الدكتور هيستمر بعد كده وياخد كل حاجة فور فري بعد كده بإذن الله أول خمس مشتركين معنا أول خمسة هيطلبوا المنتجات بعد الحلقة بعد ما تتابعونا يعني من دلوقتي لغاية بكرة أول خمس حلات هيبقى فور فري صحيح بإذن الله دكتور عايزة اسألك سؤال معلش أخير ستات كتير بتسأل أنا طبعا حضرتك عارف بعد الولادة الستات بتعاني من زيادة في الوزن من إمتى نقدر نحن نبتدي نستخدم منتجات جوه عشان نرجع للوزن اللي كنا عليه قبل الولادة هو أكتر حاجة الستات يعني اللي بتتعرض للولادة الكيسرية نقدر نبتدي من أنهي شهر بعد الولادة وانس من بعد رضاعة شهر لا مش لازم بعد الرضاعة يعني عادي مع الرضاعة ما بيخشش هو مش منتج هرموني مش كيميكالز ما بيشتغلش على الهرمونات خالص البرولاكتين مش هيتأثر وبالتالي الرضاعة كل حاجة طبيعية زي ما قلنا في الأول بشكر حضرتك جدا يا دكتور نورتنا بوجودك وان شاء الله تبقى معانا في حلقات جاية شكرا مصدر عايزة أشكر مشاهدين والمتابعين عايزة أقول لكم هتوحشوني جدا أشوفكم ان شاء الله السبت اللي جاي بعد اسبوع باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة